اشتركوا في القناة عرفانا للدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية وتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشر عبر كافة التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وانشطة مختلفة تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الارهاب وكذا افراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام يعد الجيش الوطني الشعبي من اهم المؤسسات السيادية التي تدافع عن الوحدة الترابية وتصون الجزائر من مختلف التهديدات التي يراد من خلالها نخر عصب الوطن الواحد الجزائر بكافة مكوناتها تقف عرفانا للمؤسسة الجيش ناظر ما تقدمه او ما تقوم به من دور في سبيل اعلاء الراية الوطنية تقرير نبي الفرشان من رحم معاناة شعب ابي خلال الثورة المجيدة غلد الجيش الوطني الشعبي فكان الوسم معبرا عن مضمون وفحوى هذه المؤسسة التي جعلت من الشعب عمادا لها عبر كافة المستويات ليكون السليل نابعا من نواة الجزائر صائنا لها رافعا لرايتها عاليا وسط الاعلام جرى ترسيم اليوم الوطني للجيش بقرار من رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تخليدا لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني الى الجيش الوطني الشعبي في الرابع من اوت 62 تسعمائة والف واكبارا لجهود الجيش الجزائري في الدفاع عن الوطني بشراسة واقدام منقطعي النظير ظل الجيش الوطني الشعبي عنوانا للوطنية ولعب دورا مشهودا في التنمية وبقي وفيا للخيارات الاستراتيجية للجزائر بقناعة تفيد ان المبادئ العقائدية لسياسة الجزائر وتلك الخاصة بالدفاع الوطني ثابتة لا تتغير سليل جيش التحرير الذي انتزع الحرية بعزيمة الرجال وهمة المحاربين لم يتوان لحظة في تعزيز استقلال البلاد بالدفاع عن حرمتها والتركيز على التطوير المتواصل وسند الجزائر باطارات مؤهلة ساهمت في الارتقاء بترتيب الجيش الجزائري ضمن اقوى الجيوش في العالم بالموازات مع رد الجميل لشعب ازار وامد وضحى ايام الثورة الكبرى عبارة عفوية لكن في معناها ما يبرز العلاقة الوطيدة المتينة بين الشعب وجيشه والتلحم الذي ميزها وبعث برسالة للعالمين تفيد ان النواة والعقيدة واحدة والهدف ايضا واحد يتمثل في صون الجزائر وجعلها في مناء عن اي خطر ابانت الازامات الاخيرة التي مرت على البلاد والتي وقف فيها الجيش الوطني الشعبي على خط ناري لمساعدة الشعب على تخطيها ابانت عن معدن ابناء هذه المؤسسة والتحام الشعب بجيشه تقرير نبي الفرشة ثانية بهذه الكلمات العفوية من ابناء الجزائر العميقة بدى الاعتزاز والافتخار جليا بالمنتسبين للمؤسسة العسكرية نظير ما قدموه من تضحيات جسام في الليالي الحالكات وفي الازمات التي تأتي بغتة ابرزها الحرائق الاخيرة يعتبر الحامل اول البلاد والتي لديها عدة خصال مع الشعب الجزائري والتي تتمحور في وقوفه جنبا الى جنب تلحم الشعب مع جيشه لم يكن وليدا اللحظة بل العلاقة تجذرت منذ الثورة الكبرى اين وقف ابناء الوطن الواحد جنبا الى جنب بغاية واحدة وبعد تحقيقها تجسدت صورة جيش قل ما ترى نظيره في العالم من ناحية القوة والعقيدة والاسهامات التي يقدمها من كافة النواحي رغم مسئولية حماية الوحدة الترابية للوطن وصد نوايا ضعاف النفوس الذين يريدون اغراق الجزائر بالازمات الهجينة الا ان الجيش الوطني الشعبي سيظل ملتزما بواجبه تجاه الشعب كلما اقتضت الضرورة تبعا لعقيدته المتوارثة من الشهداء الابرار احياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي تاريخ يخلد تحويل جيش التحرير الوطني الى الجيش الوطني الشعبي ليواصل دون هداوى مسيرة بناء الوطني والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية بالاضافة كذلك الى الحفاظ على وحدة الطراب الوطني وهو ما تمنه المواطنون عبر مختلف ربوع الوطن في هذه التغطية لشبكة مرسلين اليوم رأى الجيش الوطني الشعبي من اوله الى اخره وعلىه اسمه الجيش الوطني الشعبي لانه مكاس في العالم جيش الوطني الشعبي كمجرز الزاير نتمنى ان شاء الله ان هذا البلد يكون في امان في ايدي امينة بفضل الجيش الذي هو يعتبر العمود الفقاري للوطن الله ينصركم يا جيشنا الغالي يا جيشنا السجاع يا جيشنا الطيب الله ينصركم الله ينصركم العدية وبعد عليكم كل ذا وكل بلد بركة كريم نعطاه ان شاء الله رأكم في ضمان تربي يا جيشنا الغالي نحتفل اليوم بهذه المناسبة بالجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر الحامل اول البلاد والتي لديها عدة خصال مع الشعب الجزائري والتي تتمحور في وقوفه جنبا الى جنب في الحرائق والازمات والفيضانات وهذا راجع الى نشأته واصالته وعراقته نحيي افراد الجيش الصاهرين على حماية الوطن ونشكرهم ونشكر فخمت الرئيس ونشكر قائد الاركان السيد شنغريحة وهني افراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وسط الضباط والرجال الجند والمستخدمين المدنيين العسكريين كما لا ننسى المرابطين على حدود الجزائر نهني جيشنا العظيم من الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير نتقدم له بكل تقدير واحترام للجيش الوطني الذي ما فتع يقدم من تضحيات كل ما احتاج الوطن اليه انه حق سليل جيش التحرير الوطني نهني الجيش امتعنا بعيد الوطني ونهني وهم حماونا يزئي من رحمه الهدين حماو الحدود وربي ما الشهدان تعم ربي يرحمهم من الحدود للحدود من تبثة الى مغنية ونحن هنا وجيش الله معنا وجيش والشعب الله مواحد وتهي الجيش وتهي الجزيرة جيش اللي قائم بالدور نتعو مع الشعب نتعو في الازامات وبهذه المناسبة المجيدة والعظيمة وهني جيشنا الشعبي الوطني بهذه المناسبة واعزي رقواننا الذين توفوا مؤخرا في الحوارق بجاية وجيش واذا تجولنا في شوارع الاغواط اليوم وتكلمنا على هذه المؤسسة الكل في هذه المؤسسة بالذات يجدد تلاحمه ويجدد عطفه ويجدد ثقته بل يجدد عرفانه عن كل ما تقوم به هذه المؤسسة العريقة نراها في تدخلاته الميدانية سواء في الحرائق أو عبر الحدود الوطنية وكذلك بأخذه بالجيش الوطني إلى مصاف الدول العظمى لأنه ترى الجزائر حاليا الحمد لله لأنه في مصاف الدول العظمى من قوة ومن مكانة سيادية ونشكر سيد رئيس جمهورية ليعطائهم هذا اليوم الوطني تحية إجلال وتقدير للجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير الوطني ونحن كسكان وليت الأغواط نشهد له باعتزاز لما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة يرى فاعلون أن استحداث هيئات اقتصادية جديدة من شأنه إحداث نقلة جذرية في اقتصاد الجزائر وتحسين معاييره بما يمهد لها الطريقة لولوج تكتلات وهيئات اقتصادية دولية تقلل في الموضوع لهشام زروقي بعد تحقيق سبعة مليارات دولار صادرات خارج المحروقات تسعى الحكومة إلى تحقيق رقم جديد خلال السنة الجارية بقيمة ثلاثة عشر مليار دولار هدف دفع الحكومة إلى تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات لبنة هامة ستدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال التصدير وكذا مرافقة المصدرين لتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات وتسهيل وصول المنتوج الوطني للأسواق الخارجية ورفع كل العلاقل التي يواجهونها الحراكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني كان لابد حمايتها من آفة لطالما أنهكت ونهبت أموال الخزينة العمومية وطمست المنتوج الوطني تمثلت في استيراد كل ما يمكن استيراده دون تحديد للحاجيات الاستراتيجية المسطرة من قبل الدولة تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني وتفضيله تنصيب المجلس الأعلى لضبط الوردات من قبل رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون يؤكد أن الجزائر ماضية في التحول من بلد مستهلك بامتياز إلى قطب صناعي مستغلة ما تمتلكه من مؤهلات في شتى القطاعات سنة اقتصادية بامتياز شهدت استحذات هيئات جديدة ستحدث نقلة جذرية في الاقتصاد الوطني وتحسن معاييره ويمهد الطريق أمام الجزائر لولوج تكتلات وهيئات تضم كبريات اقتصاديات العالم هذا وجددت الجزائر موقفها من الأزمة في النيجر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد والدعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر جاء هذا على لسان وزير الخارجي أحمد عطاف لدى استقباله المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية حيث شدد الوزير عطاف على دعوة الجزائر إلى ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبول الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها وبهذه المناسبة تسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية مواجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد دبون من قبل نظيره النيجيرية سيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء كل الاتفاقية تعاون العسكري مع فرنسا وتعاهدوا بالرد فورا على أي تدخل عسكري خارجيا جاء هذا بعد أن أعربت السينيغال عن استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حال قررت مجموعة الإقواص تنفيذ تدخل عسكري داخل البلاد إلغاء اتفاقية تعاون العسكري مع فرنسا والرد الفوري على أي تدخل عسكري خارجي هي أبرز النقاط التي أعلن عنها قادة الانقلاب في النيجر خلال ساعات الأخيرة في وقت يوشك اجتماع قادة أركان مجموعة إكواص على اختتم اجتماعهم في أبوجة والذي يتوقع أن يخرج بقرارات حازمة ضد قادة الانقلاب العسكري الذين أمهلتهم إلى غاية السبت للتراجع عن قراراتهم بعد إنهاء مهام صفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا والتوغو المجلس العسكري الانتقالي في النيجر وعبر بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس أكد إلغاء اتفاقية عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق بتمركز الكاتبة الفرنسية فضلا عن إبداء استعداده لتصدي لأي عمليات عسكرية خاصة بعد أن أكدت السينيغال استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حال قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس تنفيذ تدخل عسكري من أجل إعادة حكم الرئيس المحتجز يتذلك في وقت شهدت فيه العاصمة نيامي ومدن أخرى في البلاد مظاهرات بمناسبة عيد الاستقلال هاتف فيها المتظاهرون تأييد للانقلاب وضد أي تدخل عسكري خارجي وفي موضوع آخر سجلت مصالح الحماية المدنية يوم أمس 9 حالات غرق فيما على المستوى الوطني فيما تزال عملية البحث عن أربعة أشخاص متواصلة حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات الملازم أول يوسف عبدات كشف للشروق نيوز أن الحصيل الإجمالية لعدد الغرق منذ الفاتح من جوان قد ارتفعت إلى 195 حالة وفات سجلت مصالح الحماية المدنية نهار اليوم إلى غاية الساعة الخامسة مساء تسح حالات غرق تم انتشارها من طرق مصالحنا بكل من حالتان بولاية بمرداس وحالتان بولاية الجزائر العاصمة وحالة بكل من ولاية مستغانم بيجايا الشلف عنتي موشنت وهران فيما تستمر عملية البحث عن أربع غرق بكل من ولاية بيجايا جيجل ومستغانم كما سجلت مصالحنا يوم أمس 12 حالة وفات غرقا منها 10 حالات في الشواطئ شواطئ ممنوعة وشواطئ براية حمراء حالتان بالمجمعات المائية بولاية الأغوى ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم 195 حالة وفات غرقا منها 138 حالة بالشواطئ و57 حالة بالمجمعات المائية جندت مصالح الدرك الوطني رجلها لضمان تطبيق القانون بصرامة لردع مافيا الشواطئ ووضع حد للممارسات التي تهدد أمن وراحة وحتى جيب المواطني بغير وجه حق حياة دغبوش والتفاصيل قبضة من حديد تضعها مصالح الدرك الوطني على الشواطئ الجزائرية في مداهمات خطت لها نظرا للاختلال الذي أفسد متعة الصيف ونفذت حتى تضع حدا لفوضى البزنسة في حق العائلات الجزائرية حجز بعض الطاولات والشمسيات التي يستغلوا فيها المواطن لدفع مبالغ خيالية وكذا قمنا بحجز مختلف الحيوانات داخل الشاطئ استغلال غير قانوني لأدوات المستعملة داخل الشاطئ بالإضافة إلى القيام بعملية تحسيس متمثلة في مؤسس الدرك الوطني وكذا مديري التجارة وكذا فرقة البيئة قمنا بدوريات تفتيش لمختلف المطاعم المتوجد على مستوى شاطئ النخيل حيث تمت معينة مختلف المخالفات وذلك حفاظا على صحة المواطن وسحة المصطف ولضمان السير الحسن لموسم الاستياف والمحافظة على سكينة العائلات الوافدة على الشواطئ جندت مصالح الدرك الوطني رجالها لضمان تطبيق القانون بصرامة لردعي مافيا الشواطئ وضع حواجز وتشكيل دوريات تسهيل حركة المرور وكذا دوريات مترجلة وكذا لنشر الامن والطمأنينة وسط المصطفين وكذلك لضمان مجانية الشواطئ مع القيام بمدهمات على طول الشريط السحيلي مع التركيز على الاماكن المشبوهة والغابات المحاذية للشواطئ مع حجز الكراسي والخيم المستغلة في هذا النشاط رغم التعليمات المتواصلة وإطلاق التحذيرات المتكررة كل موسم استياف لردع المخالفين والانتهازيين وجملة الحملات التحسيسية لضمان الأمن والأمان للمواطن الجزائري لكن تجد العائلات نفسها في كل مرة أمام أربعة فصول كل فصل يأتي بفئة انتهازية تضع أسعارها حسب رغبتها وترغم المواطن إلى اختيار وجهة أجنبية رغم جمال بلادنا وختاما في تجربات غير مسبوقة تمكن ذو الهمم من الولوج إلى مياه البحر دون عوائق الشروق رفقتهم لنقل فرحتهم بشاطئ سدفرج المخصص لهم حصرة كرسي تطفو فوق الماء تمكنهم من السباحة وأمام مرات خاصة تسهل تنقلهم على رمال البحر هكذا جهزت شواطئ العاصمة لاستقبال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال موسم الاصطياف في إطار تسهيل وصول الأشخاص المعاقين لكل الفضاءات فراكم تشوفوا اليوم كذلك فكرت الدولة الجزائرية في ذوي الهمم في أنهم يكون عندهم حق في الترفيه والتسلية خاصة في فصل الصيف فاليوم يعني مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولئة الجزائر يعني تشرف على هذه العملية اللي هي اقتناء كرسي عوامة باللغة الأجنبية تدعى بديشيز فلوتونت هذه الكرسي زائد يعني ممرات اللي راكم تشوفوها هنا أمامكم هذه الممرات تسهل مع الكرسي تسهل لذوي الهمم يعني الوصول إلى الشواطئ وبالتالي القيام بعملية السباحة مثلهم مثل باقي الأشخاص العاديين ذوي الهمم يعاشوا أجواء غير مسبوقة وتمكنوا لأول مرة من الولوج إلى مياه البحر دون عوائق هنا بشاطئ سيدي فرج أين عمات الفرحة عجبني الحال بزاق يعطيكم الصحة ونقولهم كما يعطيكم الصحة على الكرسي اللي عوامتون به كل حاجة عجبني البحر وعجبني الجو يعني مرفع نجيب سح ما ندخلش الداخل كي بالكرسي هذا دخل الله حال بزاق يعطيكم الصحة عشر شواطئ مبدئيا سيتمكنوا من خلالها الأطفال وقالوا من ممارسة هواية السباحة دون عوائق في انتظار تعميم المبادرة على كل الولايات الساحلية الشواطئ يعني شواطئ في ولاية الجزائر كان أكثر من عشرة شواطئ جهزت ووضع فيها هذا التجهيز وهذه التجهيزات وهذه الممرات وإن شاء الله يعني سنة بعد سنة تعمم هذه العمليات والمبادرة على المستوى الوطني كانت فرحة كبيرة لدولة احتياجات الخاصة وما عندناش غير الحاصيمة برك جونا من عدة ولايات اللي جونا منها ذوي الاحتياجات الخاصة واسفادوا من هذه المركابات اللي رانا العوامة اللي راه موجودة على الشواطئ نحن كجمعية وجه ندأتعنا لكل الولايات اللي خاصة فيها الشواطئ كل المسؤولين للنشاط الاجتماعي باش يكون عندهم الجمعيات والأماكن خاصة كما هذه لفئة ذوي الاحتياجات خاصة تمكين هذه الفئة من كل المرافق الترفيهية واحد من الاهداف التي سطرتها الوزارة الوصية لتحسين ظروف فئة ذوي الهم نهاية النشرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء نهاية النشرة شكرا على المتابعة